ولد عدل أدام في 8 مارس عام 1928 في مدينة الأسكندرية ونشأه في أسرة سرية ولده محمد حسن أدام كان موظف في الحكومة ولهما كان مرموقة ولده خديجة هانم تاكوش من أصول تركية ولذا حمل الجنسية المصرية والتركية وأجد العديد من اللغات منها الفرنسية والإنجليزية والتركية والأسبانية وتعلق بالرياضة في وقت مبكر ومرس ألعاب القوى والجنباز والملكمة والسباحة وتميز برشقته وأنقته وبارتداء السيابة الفاخرة وجذبوا سحر الشاشة ليرتاد دور السينما بالأسكندرية وقرر الصفر إلى القاهرة لدخول مجال التمثيل وترقى أبواب استيديوهات السينما هناك وتلقى أول صدمة قاسية في بداية مشواره عندما شاهدوا المخرج والنجم أنور وجدي وقال له أنت لا تصلح إلا أن تمثل أمام المرآة وأشركه كراقص في استعراضات فيلم ليلة بنت الفقراء في 1945 بطولة ليلة مراد وبشارة وكيم واقتنع عد الأدم بنصيحة أنور وجدي وظهر بدور راقص في فيلم البيت الكبير عام 1949 مع المخرج أحمد كامل مرسي والنجوم سليمان نجيب وأمينة رزق وتحية كريوكا وعمية حمدي وفي العام التالي شارك أيضا كراقص في فيلم مكانش على البال إخراج حسن رمزي وبطولة كمال الشناوي ورأي إبراهيم وأسماعيل ياسين وسراج مونير وعبد الوارس عصر وتوقف الراقص عن العمل في السينما واتجه إلى سوق بورسة القطن وأصبح أشهر خبير في بورسة الإسكندرية ولكنه أيضا ترك مجال البورسة وفكر في السفر للخارج ووقتها التقى بالمصطفة بالمخرج أحمد ضياء الدين وأقناعه بالعودة للتمثيل وذلك في فيلم هل أنا مجنونة في عام 1964 أمام سميرة أحمد وكمال الشناوي وساميحة أيوب وحسن رياض وكادت أن تنتهي تجرباته الأولى كممثل بالفشل حين تملكه الارتباك أمام الكاميرا واضطر المخرج عادة المشهد أكثر من مرة وتدخل الفنان كمال الشناوي وطلب من ضياء الدين يعتبر المشهد بروفا وحاول تهديئة أدهم واستأنف الأخيرة التمثيل بأداء جيد واكتاز أصعب اختبار في مشواره الفني وتراجع أدهم عن السفر وبدأ انتلقته في سينما الستينات وقدم نحو 19 فيلم وارتفع المؤشر في السبعينات إلى 37 فيلم وخلال السمانينات قدم 30 فيلم وفي التسعينات شارك في 6 أفلام فقط مرى الفنان عاد الأدم في شبابه بتجربة مأساوية حين حرم من الإبوة لسنوات طويلة واكتشف فجأة أن لدي ابن عمره تجاوز 20 عام وبيقيم في اليونان فذهب إليه ولكن نجل رفض الاعتراف به كأب ووقع عليه هذا التصرف كالسعيقة وأصابوا بأزمة نفسية شديدة تسببت في هزيمة روحه حتى بقية عمره وبدأت وصول تلك المأساة في الأسكندرية حين تعرف أدهم على سيدة يونانية اسمها ديمترا وتوتضت العلاقة بها ووفقت على الارتباط به ولكن الخلافات بينهما تطورت وكان يعنفها ويضربها فاضطرت للهرب إلى اليونان وهي حامل في شهرها التالت وتقدم بعد أسبوع ببلاغ إلى قسم شرطة الرمل للبحث عنها وبعد مرور 25 سنة من هروب ديمترا اتصلت إحدى صديقتها بعد الأدم لتبلغه أن لو ابن من ديمترا بيشبهه تماما فسافر إلى اليونان واتصل بزوجته السابقة واكتشف أنها تزوجت من مصور فوتوغرافي يوناني واستقبلته في منزلهم وطلب منها أدم أن يرى ابنه ولكنها نصحته بأن لا يفعل ذلك إلا أن زوجها خالفها الرأي وأخبره بمحل إقامته وكان الابن بيمتلك مطعم في اليونان افتتحوا له زوج أمه فذهب النجم المصري إلى هناك على الفور وعندما شاهده وجد نفسه وكأنه ينظر في مرآة للتشابه الشديد بينهما وحاول أدهم أن يضم ابنه إلى حضنه ولكنه ابتعد عنه رفضا الحقيقة التي أخبره بها واعتب والده بقصوى على عدم السؤال عنه طوال هذه السنوات وجلس في المطعم ليتأمل هذا الابن الذي لطالما أراده وأخبره أن والده الحقيقي هو المكتوب في بطاقته وهو زوج أمه الذي رباه وساعده على الحياة رفضا كل الإغراءات التي قدمها له من مال وشهرة أصيب عاد الأدام بصدمة كبيرة وقبل أن يعود إلى مصر طلبت منه زوجته أن يطلقها لأنه لم يكن قد فعل ذلك بعد هربها وظلت أمنية برينس السلمة المصرية أن يرى ابنه مرة أخرى قبل رحيله ويدرك حقيقة خلافاته مع والدته ديمترا ولكن القدر لم يهاله حتى يحقق تلك الأمنية اعترف عاد الأدام بأنه قد عاش قصص حب كثيرة مع حوالي عشر نساء ورغم ذلك لم يتزوج سوى مرتين الأولى في شبابه والتانية بعد أن تقدم به العمر والغريب في قصة زواجه الثاني من سيدة إسماء لمياء الصحراوي إنها هي التي طلبت يده للزواج وكان عمرها في وقتها 17 سنة فقط وعشت معه حتى رحيله واعتبر الفنانة الكبير أن الزواج أمر طبيعي ولا بد أن يكون للبيت ملكة والفنان المحظوظ هو الذي يجد الزوجة التي تتحمل أن تعيش معه فهذا الأمر ليس سهلا بل بالغ الصعوبة ولكن مع الوقت تتأقلم الزوجة وتقدر ظروف زوجها مثل النسيانة الدائم للمناسبات الشخصية والأسرية وذكر في مقابلة الفيزيونية إنه تعامل مع الحب بعظمة حتى إن كانت قصص الحب تموت كما يموت كل شيء في الحياة ولكن يبقى شيء خاص جدا إنه لا يبوح بأسماء اللواتي أحبهم برع الفنان عاد الأدهم في أدوار الشر وأجذب المشاهدين بصدق أداؤه وحسوا الفني المرهف ولكنه رفض اختزال مسيرته في شخصية الشرير لأن المجال بيتسع لنوعية أخرى من الأنماط الإنسانية منها دور الضابط عز الدين في رجل بمعنى الكلمة سنة 78 ودور الخادم الأخرس في فيلم المجهول في 84 ودور الآضي كمال عزت في فيلم رجل لهذا الزمان في 86 واعترف الشرير المحبوب أنه أحب هذه الشخصية المكروهة وللأسف فإن نقاط كثيرون ما زالوا يسمونها أدوار الشر ويقول أدام أنه أنماط لأشخاص ولبشر وأنه ضمن مجموعة فنانين تؤدي هذه الأدوار ويستغرق وقتا طويلا لكي يتخلص من سيطرة الشخصية عليه لذلك يلتمس العزر لمن يعيشون الممثل لأنه في معظم الأوقات بيكون نصفه موجود والنصف الآخر مشغول دائما وبعيدا عن قناع الشر اتسمت شخصية عاد الأدام بجانبها العاطفي والكثير من الأشياء والمواقف كانت بتؤثر في نفسه إلى درجة البكاء كان يرى مثلا شخصين لا يعرفهم وهما يودعان بعضهما وأيضا تبكي مشاهد الأمومة والصدق والطيبة والإنسانية وحتى مشاهد الحيوانات الضعيفة تعرض الفنان عاد الأدام لمتاعب صحية خلال تصوير مشاهد فيلمه الأخيرة علاقات مشبوهة في عام 96 أمام الفنان الراحل سامير صبري ووقتها نصحه الأطباء بالسفر إلى فرنسا لتلقي العلاج من دون الكشف عن حالته الصحية وسرد الفنان سامير صبري تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة عاد الأدام حيث أوضح أنه أثناء الاستعداد للتصوير جرى تقليص عدد ساعات عمله لساعتين يوميا فقط ورفقوا بعدها إلى باريس في رحلة علاجه ووقتها تم إداعه في جناح لنوبامبي وذلك مراعا لحالة المرضى النفسية خاصة أن حالتهم تكون متأخرة وقتها طلب برينس السينما المصرية أن يأكل أبو فروة وبحث سامير عنه إلى أن وجده وعندما عاد إليه وجد عادل نائما فعرضت الممرضة عليه أن تحتفظ بالكستناء وتقدمه له في الصباح في صباح اليوم التالي ووفق سامير صبري لأن عاد الأدهم بقى إلى آخر لحظة متماسكا كما أنه كان متقبلا لمرضه بالسرطان بشجاعة كبيرة ولم يكن يصعب عليه أنه سيفارق الحياة ويظل الفنان الراحل عاد الأدهم حالة فريدة في تاريخ السينما المصرية أبر أدوار برعة في أداءها واستطاع أن يحجز مكانه في الكثير من الأعمال والأعتبرت من أهم الأفلام العربية رحم الله الفنان القدير عاد الأدهم وأسكنه فسيح جناته بصين مكانه في صفحة مركز ذهبط للمشاهدة أكبر عن النقل؟ نسل في صفحة مخشبه وليسكنه مخشبه